أعزائي طلبة المرحلة الثانية، راحب بكم محاضرة جديدة محاضرة الفصل الخامس محاضرة اليوم راح نبديها بالعنوان التالي Area and Volume in Polar Coordinates المساحة والحجم بالأبعاد القطبية أدنا تعريف A Simple Polar Region أحنا أعرف منطقة بسيطة على الأبعاد القطبية A Simple Polar Region in Polar Coordinates System is a region that is enclosed by two rays هذه تكون منطقة محصورة ما بين شعاعين ثلاثة يساوي ألفا وثلاثة يساوي بيتا and two continuous polar curves ومنحنين قطبين المستمرين اللي هما الـ R1 والـ R2 where the equations of the rays and the polar curves satisfy the following conditions حيث أنه المعادلات مال الشعاعين والمعادلتين مال المنحنيات تتحقق الشمط التالية أولاً أنه ألفا زاويتين عندي واحدة أقل من الثانية ألفا أقل أو يساوي بيتا أيضاً عندي أنه شرط ثاني على الزوائل اللي هي البيتا ناقص ألفا أقل أو يساوي توباي والمنحنيات هما غير سوالب وواحد من أكبر من الثاني الآن ناخد أمثلة على المنحنيات البسيطة بالأبعاد القطبية هذه ناخد ثلاثة أمثلة على المنحنيات البسيطة بالأبعاد القطبية الآن المنطقة هذه الأولى تلاحظوا أنه هذا الشعاع ألفا وهذا الشعاع بيتا وهذه المنطقة المحصورة ما بين الشعاعين وأيضاً محصورة ما بين الر2 والر1 وبالتالي هذه المنطقة الآن أيضاً هذا مثال ثاني أدي هنا الألفا وعندي هذه البيتا وهذه الشعاعين وهنا عندي الر2 هذه موجودة والر1 هي صفر هنا أيضاً الر2 موجودة الر1 صفر وعندي بمن هذه الدورة كاملة المنطقة فهنا إذا تبدي منها الألفة الساوي السفر فالبيتا هي ألفة زائد تو باي أو تأخذ أي نقطة أو أي شعاع عندك الألفة فالبيتا ستكون هذه الألفة زائد تو باي وبالتالي تحقق تنطيني دورة كاملة هذه أمثلة حول المنطقة البسيطة بالأبعاد القطبية الآن, to motivate formulas for area and the volume V حتى نجد معادلات أو صيغ للمساحة والحجم for the salt Z تساوي لف of R theta we will use the unlimited process similar to that used in section 4 نحن نستخدم الغاية مثل ما استخدمناها في section 4 except that ما عدا we will use circle arcs circle arcs and rays to subdivide the region R into polar rectangle وبالتالي سنستخدم هنا الفرق هنا أنه سنستخدم هنا أنه سنستخدم هذه الأقواس أولا نبدأ من هنا أنه أنا عندي هذا الحجم أريد أحسبه هذا وهذا الحجم وهذه معادلتها الزت تساوي لف of R theta أولا رح أخذ القاعدة مالتها هذه القاعدة واللي محصورة ما بين الشعاعين ألفا وبيتا والمنحنيين R 1 وR 2 هذه أخذها وسأسقاط على 2 dimension واضح أن هذه هي المنطقة هذه هي R الآن هي بال2 dimension هذا هو الشعاع الألفا وهذا الشعاع البيتا الآن اللي رح أقسمه هذه هي circle arcs اللي هي الأقواس الدائرية هذه هي الأقواس الدائرية ورئيس الإشاعات نستخدمها له بهذا الشكل وبالتالي الآن تقسمت للمنطقة إلى اللي ما نسميه بالpolar rectangles واللي هي نسميه مستطيلات بالأبعاد القطبية الآن مثل ما سونا هناك نحن أخذ المستطيلات ونحسب المساحة لمستطيل 1 عفواً بالبداية وبعدها نأخذ الليمت حتى نزغر هذه المستطيلات وبالتالي المساحة رح تكون هي delta A K وهنا أنا أي نقطة هي موجودة باتبعنا أبعاد قطبية فرح تكون هي R K والثيتا K ماذا؟ ال star لأنه أحدد نقطة وحدة هنا هذه وبالتالي إذا ما أخذ المت هناك مثل ما سونا المت هناك بالسكشن أربعة أيضا هحصل على المساحة بالأبعاد القطبية الآن بعد ما حسبت المساحة بالأبعاد القطبية هذه القاعدة حسبتها بالأبعاد القطبية شونا رح أحسب الحجم نفس الصيغة بالضبط أنه رح أضيف لها شنو؟ أخذ مستطيل واحد وأضيف لها شنو؟ أضيف لها الارتفاع حتى أحسب الحجم لهذا المستطيل فقط رح أضيف للارتفاع اللي هو معادل تشنو اللي هي F of R وثيتا الآن الشرط الوحيد اللي أحتاجه حتى أحسب مساحة وأحسب حجم هنا إنه if the function F of R وثيتا هي دالة مستمرة is continuous and non-negative وغير سالبة on a simple polar region R simple polar region R اللي يتونها سعرفناها then the area A and the volume V can be expressed as وبالتالي المساحة والحجم ممكن أحسبها بالشكل التالي أو أعبر عنها بالشكل التالي المساحة أي تكامل ثنائي المنطقة RDA وحول الأبعاد القطبية وبالتالي ستكون عندي من ألفا إلى بيتا الثيتا والR ستكون من R1 إلى R2 وهذا محدد جاكوبي ما لاتنالي هو RDRD ثيتا والحجم ستكون بالضبط نفس الصيغة فقط تنظيف لها الزت اللي هي الارتفاع واللي هو F أو في R وثيتا بالضبط هذه المعادلات حصلنا عليها بنفس الأسلوب اللي حصلنا عليها المعادلات بالأبعاد الكارتزية بأخذ اللمت للتقسيمات الآن الآن لدينا الأمثلة المثال الأول Find the area inside the curve R تربيع يساوي لأي تربيع كوسين 2 ثيتر الآن نريد نجد المساحة لهذا المنحني بالأبعاد القطبية هنا واضح ما يحتاج لإستخدام الدبل integral الآن أريد أوجد هذه المساحة أي اللي هتكون عبارة عن تكامل ثنائي للR حسب القانون DR و D ثتة الآن حتى نحسب هذه عندنا الR هي عفوا الR تربيع هي الأي تربيع كوسين 2 ثتة وسابقا من موضوع الأبعاد القطبية نعرف أنه غسم هذه الدالة هو بهذا الشكل هذه هي الآن فقط أحتاج أوجد هذه الزوايا الآن حتى أوجد هذه الزوايا سابقا سابقا لأي تربيع كوسين 2 ثتة هنا 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 طبعا حتى هذه الزوايا ما نحتاج نوجدها صراحة نقدر نكامل هذا المنحني من صفر إلى 2 باي لكن هنا أنا رح أوجد الزوايا وبالتالي هذا يؤدي لي إلى أنه الكوسين 2 ثتة يساوي لصفر وبالتالي هذا معنى أنه 2 ثتة تساوي لزائد ناقص باي على 2 وبالتالي الزوايا تساوي زائد ناقص الباي على 4 وبالتالي هذه مثل ما نعرف من موضوع الأبعاد القطرية هذه الباي على 4 وهذه السالب باي على 4 الآن اللي رح استفاد أنه أنا بدل ما أكامل من صفر 2 باي رح أكامل منطقة وحدة من هذه الأربع مناطق أي رح أكامل من صفر إلى البي على 4 وبالتالي رح أضرب التكامل مالتي في 4 إذن الأي رح رح تكون عبارة 4 تكامل ثنائي من صفر إلى البي على 4 أما الار رح تكون تكاملها من صفر إلى المنحني والمنحني هو اي تحت الجذر cos ثن ث لان التكامل مالتي ر تساوي وليست ر تربيع تساوي وبالتالي لاز أخذ الجذر إلى وداخل التكامل هو الر دي آر ودي ثيتا الآن هذه تساوي ل 4 وبالتالي رح يكون الاندي تكامل من صفر إلى البي على 4 ور تربيع على 2 وحدود التكامل من صفر إلى اي تحت الجذر كوسين 2 ثيتا ودي ثيتا هذه وتساوي 2 اي تربيع لانا عاوض مكانها R تربيع وبالتالي تطلع خارج تكامل من صفر للبي على 4 ويبقى عندي هنا الكوسين 2 ثيتا D ثيتا الان تكامل الكوسين هو سين 2 ثيتا بشرط اوفر الاثنين والاثنين ايضا موجودة فرح يبقى عندي هنا اي تربيع ما اكو تكامل اي تربيع سين 2 ثيتا وحدود التكامل من صفر إلى البي على 4 وتساوي لأي تغبير الآن هذا بالنسبة إلى هذا المثال ايضا لدينا بعض المثال الثاني المثال 22 find find the area inside the curve رساوي للا اي واحد زاد cos cos theta cos theta أي 1 زاد كوسين تيتا هذا المنحني رسمناه أكثر من مرة بالفصل الأبعاد القطبية وهذه كانت النقطة وعلي 2 A الآن التكامل المالتي A تساوي تكامل ثنائي من صفر إلى 2 باي تكامل المنحني بالنسبة للR من صفر إلى المنحني اللي هو الأي 1 زاد كوسين ثيتا وعندي هنا R DR وD ثيتا الآن التكامل المالتي وR تربيع على اثنين وأعوض الحد الأعلى والحد الأدنى وبالتالي هذا يساوي لي نصف لأن R تربيع على اثنين تكامل من صفر إلى 2 باي A تربيع A تربيع 1 زاد كوسين ثيتا الكل تربيع D ثيتا وهذا التكامل سبق وكاملنا لأكثر من مرة يساوي لي نصف تكامل من صفر إلى 2 باي 1 زاد 2 كوسين ثيتا والكوسين تربيع رحا كتبه بصورة مباشرة بدل الكوسين تربيع رحا خلي 1 زاد كوسين 2 ثيتا على 2 D ثيتا ويساوي نصف الآن التكامل هنا فقط أدنى لأي تربيع ما تأثر على التكامل لأي تربيع بالتالي هنا أيضا أدنى لأي تربيع التكامل هنا هنا أدنى واحد هنا أدنى نصف ثلاثة على ثنيا وبالتالي التكامل هو ثلاثة على ثنيا ثيتا إذن كوسين يتكامل يتكامل اللي هو سيئة 2 ساين أما الكوسين أيضا يتكامل ساين كوسين 2 ثيتا قصدي فأيضا ساين 2 ثيتا عندي 2 بالمقام و2 لتوفير المشتقة وبالتالي صير 4 حدود التكامل من صفر إلى التوباي والناتج هذه ينطيني ثلاثة على ثنيا أي تربيع باي عزيزي الطلاب هذا فيما يخص إيجاد المساحة والحجم بالأبعاد القطبية لهذه المحاضرة إن شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل الأمثلة حول الخاصة بإيجاد مساحة والحجم بالأبعاد القطبية وشكرا لإصغائكم ترجمة نانسي قنقر